موسيقى موسيقى اليوم من نسبتي لهذا الاجتماع فكانت فرصة ثانحة من أجل إعطاء انطلاقة لنفع الجديد التي تفضلت بالحكومة مع السيد رئيس الجهة من أجل العمل على تطوير وتحقيق التنمية بالنسبة لجهة الشرق اليوم كما تعلمون فتم أولا توقيع الاتفاقية كبرى عنده واحد بعد مهيكل بالنسبة لحوض المائية الملوية الهادف إلى حل إشكالية بكيفية إن شاء الله نيائية ومهيكلة بالنسبة لإشكالية الماء بالنسبة للجهة وانتم تعلمون بأن الجهة فهي تعريف خصاصا كبير وقع واحد تراجد 35% من الإمكانيات المائية للجهة ومن ضروري كان من ضروري وهذا الحكومة التي تفتت إليه أن يكون هناك برنامج سيجالي أولا لحل إشكالية قاربات المدى وحي هيكلي باش أنه نضمن الماء الصالح للشرب والماء الساقي بالنسبة للجهة على المدى المتوسط والبعيد وبالتالي فهناك العديد من السدود التي سيتم إنجازها هناك كذلك ربط ما بين الأحواض المائية باش يكون هذا التضامن ما بين الأحواض يكون كذلك ما هو مرتبط بتحرية المياه يكون كذلك ما هو مرتبط كذلك بالحفاظ على الفرشة المائية يكون كذلك ما هو مرتبط باستعمال المياه العادمة زيادة على ما هو مرتبط كذلك بالتحسيس والعمل على تطوير الاقتصاد في الماء من جهة أخرى تم توقيع اليوم على اتفاقية مع سيد رئيس الجهة والسيد الوالي بخصوص برنامج خاص والتعاون ما بين وزارة الجهز والماء والجهة بخصوص ما هو مرتبط بالمسالك القروية وبالنسبة للطرق من أجل العمل على تطوير التعاون بين الجهة والوزارة وكذلك ما هو مرتبط بالسدود التلية اليوم نعتبر بأن هناك مجهود كبير قامت بالجهة هناك مجهودات كبيرة قامت بالوزارة واليوم أصبح من ضروري أن يكون هناك تنسيق أكبر وأن يكون كذلك استثمار كل إمكانيات ديالجهة وديال الوزارة من خدمة المواطنات والمواطنين من خلال جماعات ترابية ومن خلال المجالس الإقليمية والجهة وأخيرا ينبغي التذكير بأن كل هذه الأعمال فهي تصب فيما حددته الحكومة أولا العمل على إخراج الجهة من الأزمة التي تعاني منها النتيجة ديالكورونا والنتيجة كذلك للأمور الأخرى المرتبطة بالجهة وتانيا العمل على تقليص الفوارق المجالية زيارة للسيد الوزير للجهة كانت زيارة جد جد مهمة كانت زيارة قصيرة ولكن كانت زيارة جد مهمة ومفيدة اللي تبلور على هاد اللقاءات مع السيد الوزير اللي كانوا عدة لقاءات ماراتونية لقاء البارد في النساء وليم كانوا يجوش لقاءات باش خرجنا بوحد النتيجة ديال وحد الاتفاقية جوش تعد الاتفاقيات الاتفاقية اللي كانت سبق أنها كانت مبرمجة أنها تدخل في إطار برنامج استعجالي للماء اللي الجهة كلها غدا تستفيد منها اللي تقرب في 1 مليار و 500 مليون تعدرهم وكذلك هناك واحد الاتفاقية اللي فيها مليار تعدرهم اللي تهم المسالك الطرقية يعني واحد الالفين كيلومتر هاد الالفين كيلومتر اللي سبق أن الأليات ديالجهة تفتحت هاد المسالك اليوم الوزارة مع الجهة سيتم إن بناء المنشآت الفنية باش نحافظ على هاد الطرقات هاده وغادي تقدر تعيش لواحد الزمن طويل ولي تقدر تستفيد منها هاد الساكنة لمدة سنوات كذلك هناك اتفاقية تدخل في إطار طرق المهيكلة اللي تقريبا فيها 1-3 مليار تعدرهم يعني مليار و 900 مليون سبق الإنجاز ديالها وكذلك هناك مليار و 800 مليون تكون في الخمس سنوات وست سنوات المقبلة يعني هو برنامج طموح برنامج جيد يلبي رغبات ومتطلبات الساكنة ديالجهة وانتمنى ان شاء الله زيارات وزراء أخرين باش يزيدوا يعطونا دعم لان الجهة في أمس الحاجة لهذه المشاريع لخلق فرص الشغل لان الجهة كتعرف واحد العدد ديالبيطالة كبير وانتما سمعتوا السيد الوزير في الكلام ديالو ان جهة الشرق ستكون للموذج لتنزيل هاد المشاريع المقبلة ترجمة نانسي قنقر